موسيقى أظهر من قناة سما نستهلها بأبرز عنوينها موسيقى بقذائف المدفعية الثقيلة عدوان تركي يطال عدة قرى في ريف الرقى الشمالي موسيقى استنفار في كامل الكيان استشهد منفذ العمليات البطولية في مستوطنة تل أبيب موسيقى موسيقى بصواريخ من منظومة باستيون الدفاع الروسية تعلن تدمير مركزا لتجميع وتدريب المرتزقة قرب أوديسا موسيقى موسيقى أهلا بكم جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها عدوانها على القرى الآمنة بريف الرقى الشمالي انطلاقا من مناطق انتشارها قرب الشريط الحدودي وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال ومرتزقتها اعتدت بعدد من القذائف المدفعية الثقيلة على المنازل في قرى المعلق وصيدة ومحيط طريق الانفور مخيم عن عيسى شمال الرقى ولفتت المصادر الى ان الاعتداءات اسفرت عن وقوع اضرار المادية في المنازل والممتلكات اقرى الاحتلال الامريكي باصابة اثنين من جنوده في هجوم استهدف قاعدته العسكرية في حق العمر النفطي في ريف دير الزور الشرقي فيما تم الهجوم بالقذائف الصاروخية قالت مصادر اعلامية ان عدد المصابين ارتفع لاربعة هذا وتتواجد قوات احتلال الامريكية في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد بشكل غير شرعي بذريعة محاربة داعش في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر اهلية دعم هذه القوات لارهابي تنظيم بمختلف انواع الدعم اللوجستي والتسلحي لتنفيذ هجمات ضد المدنيين ونقاط الجيش السوري خلال لقائه مساعد رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في سوريا ديفيد روبرت وظن اكد محافظ الحسك غسا خليل ضرورة استمرار المفوضية بالعمل بحيادية اثناء القيام بالاعمال الانسانية واستمرار التعاون لتأمين عودة كريمة للاجئين السوريين في الخارج الى وطنها كان محور اللقاء حول نقطتين النقطة الاولى حول المساعدة والمساهمة في تأمين عودة النازحين ضمن المحافظة الى بيوتهم الى منازلهم علما ان هذه العودة يتحكم بها وجود المحتل في هذه المناطق وايضا النقطة الاخرى تقديم الخدمات للاخوة في المحافظة في قطاع الصحة والتربية وايضا في موضوع المياه ومحطات التحليه التي انشأتها قسم منها مفوضية اللاجئين وايضا اقامة مركز دعم في منطقة الجنوبية فيما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين في الخارج كان الحديث حول المراسيم التي عظرها السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد لعودة جميع السوريين من الخارج الى بلدانهم وخصوصا ان هذه المناطق تم تحريرها الاجتماع كان عن يخص اللاجئين اللي لازم يرجعوا للوطن تبعا وشترون رح نحسن البيئة لهاي العودة بالاضافة الى العائدين السوريين لمناطق اللي يتهجروا داخليا فعم يحكي انه رح يكون في جهود تعاونية بين كذا قطاع لحتى نأمن لنبيئة آمنة بيئة جيدة لهاي العودة اعلن رئيس وزراء العضو الاسرائيلي نفتالي بنتان حكومته تتخذ اقصى درجات تأهب تحسبا لامكانية حصول مزيد من العمليات هذا وصباح اليوم استشهد الفلسطيني رعد فتح زيدان حازا برصاص الاحتلال في يافا وذلك بعد تنفيذه عملية بطولية في مستوطنة تل ابيب ادت لمقتل واصابة عدد من المستوطنين وتعد هذه العملية هي الرابعة من نوعها خلال اسبوعين داخل الاراضي المحتلة عام 48 هذا واشد حزب الله بالعملية التي كشفت عن فشل القوات الامنية الصهيونية شخنا فيها على الافطار من ايام واستشهد اليوم وهو صالح الشاب رعد فتح حازم ابن مخيم جنين بالضفة الغربية متخصص في مجال الكمبيوتر والتقنيات يخلد فجرا شهيدا بعد تنفيذه عملية بطولية بشارع الديزنغوف اكثر شوارع مستوطنة تل ابيب حراكا ونشاطا كرد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني عملية بطولية جديدة تهز الكيان وهي الرابعة من نوعها في غضون نحو اسبوعين تمكن رعد في بدايتها من الانسحاب رغم فرض قوة الاحتلال طوقا امنيا وايقافها حركة المواصلات في مستوطنة تل ابيب ونشرها المئات من العناصر بحثا عن منفذ العملية لكن بعد مطاردة لأكثر من تسع ساعات ورصده في شوارع يافا تم اطلاق عشرات الرصاصات عليه قرب مسجدين بميدان الساعة واستشهد على الفور بعد ان ترك بين صفوف المستوطنين قتل وبعض الجرح حالتهم خطيرة بالتزامن مع ذلك اراد الصهاينة الانتقام ليعتدي المستوطنون على الفلسطينيين ما تسبب باصابة اثنين وتواسل عمليات الاعتقال والقمع في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة حيث زادت حدة التوتر في شهر رمضان حركات وجهات وكتائب عدة نعت منفذ العملية ومنها من اعتبر ان عودة العمليات الفدائية داخل عمق الاحتلال هي نتيجة للعدوان الذي تجاوز كل الحدود وبث ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمسيرة في مدينة جنين خرجت احتفالا بعملية تل ابيب والتي وصل صداها الى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة موزعين الحلوى تهاجا قالت مصادر امنية عراقية ان الانظمة الدفاعية في قاعدة عين الاسد الجوية غربية مدينة الرمادي والتي تضم قواتنا امريكية اعترضت واسقطت طائرة مصيرة اثناء تحريقها بالقرب من القاعدة وذكرت المصادر انه لم يتضح ما اذا كانت الطائرة المصيرة في مهمة الاستطلاعية او انها كانت تحمل متفاجرات اكد مندوب السورية الدائم لدى الامم المتحدة رفض مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان لانه ينطوي على حالة خطيرة من العدائية واشر السفير بسام صباغي لان التحرك الغربي المناسق لتشهير بالاتحاد الروسي لا علاقة له بحقوق الانسان في اوكرانيا بل يندرج في اطار سعي دول غربية لفرض هيمنتها وسيطرتها على العالم من خلال محاصرة روسيا ومعاقبتها وفدي يؤكد الحرص على ضمان احترام حقوق الانسان واهمية تقديم المساعدة الانسانية الضرورية لجميع مناطق الازمات لكنه في الوقت نفسه يرفض اي تسييس للمسائل الانسانية ويشدد على اهمية اعتماد مبادئ الحيادي والموضوعية وعدم التمييز في قضايا حقوق الانسان سيد الرئيس ان هذا التحرك الغربية المنسق للتشهير بالاتحاد الروسي لا علاقة له بحقوق الانسان في اوكرانيا او في اي مكان اخر وانما يندرج في اطار سعي دول غربية لفرض هيمنتها وسيطرتها على العالم وذلك من خلال محاصرة روسيا ومعاقبتها على سياساتها الخارجية المستقلة قرار يحتاج الى موافقة ثلثي الاعضاء البالغ عددهم 193 عضو في مجلس حقوق الانسان لقى قرار تعليق عضوية روسيا في المجلس تأييد 93 دولة مقابل رفض 24 مع امتناع 58 دولة عن التصويت منها روسيا والصين وإيران وبيلاروس التي رفضت تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الانسان بينما كانت هناك دولتان عربيتان من بين الدول التي رفضت القرار وهما سوريا والجزائر مجلس حقوق الانسان ومقره جينيف لا يمكنه اتخاذ قرارات ملزمة قانونا ومع ذلك تعكس قراراته تبني بعض الدول الغربية التسييس والانتقائية مع قضايا حقوق الانسان والتي من واجب عمل المجلس الابتعاد عنها الرد الروسي جاء على لسان جينادي جوزمن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة بانسحاب بلاده من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان اتخذت روسيا الاتحادية قرارا استباقيا بوقف عضويتها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان اعتبارا من السابع من أبريل عام 2022 قرار الجمعية العامة خطوة غير مناسبة ومسيسة روسيا ستواصل الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الانسان وستواصل المساهمة في الحوار البناء حول هذا الموضوع هذه هي المرة الثانية التي تعلق فيها عضوية دولة في مجلس حقوق الانسان وكانت المرة الأولى في 2011 حين تم تعليق عضوية ليبيا في المجلس علنة دفاع روسيا نقواتها دمرت بصواريخ عالية الدقام منظومة باستيوم مركزا لتجميع وتدريب المرتزق الأجانب قرب أوديسا الأوكرانية وأصرح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أنه بصواريخ عالية الدقة أطلق من الجو دمرت أسلحة ومعدات عسكرية في محطات سكك الحديد التابعة لقوات الاحتياط الأوكرانية تم تدمير مركز لتجميع وتدريب المرتزقة الأجانب في محيط باديتكراس نوسريكا شمالي شرق أوديسا بصواريخ عالية الدقة أطلقت من منظومة باستيوم للدفاع الساحلي الدفاعات الجوية الروسية أسقطت من روحيتين عسكريتين أوكرانيتين من طرازاي مي 8 ومي 24 في محيط بلدة ستاريال زبرويفكا بالإضافة إلى أسقاط خمس طائرات مسيرة أثنتان منها من طراز بيرغدار تيبيتو شن سلاح الجو القوات الصاروخية الروسية ضربات على 81 هدفا عسكريا في أوكرانيا منها مركز قيادة ومنظومة صاروخية من طراز أسا وثلاث راجمات صواريخ وتسعة مواقع حصينة بالإضافة إلى 59 تجمعا للآليات القتالية للجيش الأوكراني منظومة الصواريخ الساحلية باتسيون المجنحة الأسرع من الصوت نظام صاروخي ساحلي متنقل مخصص لتدمير السفن البحرية بما فيها سفن الإنزال الكبيرة والمتوسطة وحاملات الطائرات وتسمح إمكانيات المنظومة الصاروخية بالعمل في مختلف ظروف القتال الحقيقية بما في ذلك ظروف التشويش الإلكتروني المكثفة تستخدم المنظومة صواريخ أونيك التي يتراوح مدابة من منظومة باتسيون الصاروخية قالت سلطات دونياتسك أن أحد عشر جنديا أوكرانيا من ثلاثة ألبية ألقوا أسلحتهم طواعية وتوجهوا إلى أراضي دونياتسك ذلك أعلنت الدفاع الروسي إجلاء 188 مواطنا من عدة دول بينها ثلاث دول عربية من مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا إلى روسيا وفي المجموع تم نقل أكثر من 600 مواطن أجنبي إلى أراضي القرم من مقاطعة خيرسون منذ بدء العملية العسكرية الخاصة كذلك نشر جمهورية دونياتسك صورا تؤكد سقوط ضحايا نتيجة انفجارات قرب محطة قطارات في كاراماتورسك جراء استهداف القوات الأوكرانية للمنطقة بصواريخ توتشكا أو كشف مقطع فيديو تم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي خداع جنود أوكرانيين لسيدة مسنة من خلال تنكرهم بالزي الروسي والدعائهم توزيع مساعدة إنسانية وأظهر المقطع الأوكرانية المسنة وهي تحمل العلم الأحمر السوفيتي وتتجه نحو الجنود ليبادروا بالكشف عن حقيقة انتمائهم وسلبهم العلم الأحمر منها ليدوسوا عليه وبعد هذه الحادثة لم يعرف مصير المسنة الأوكرانية ولا مصير زوجها إلى العنى بقذايف المدفعية الثقيلة عدوان تركي يطال عدة قرى في ريف الرقة الشمالية استنفار في كامل الكيان استشهاد منفذ العملية البطولية في مستوطنة تل أبيب بصواريخ من منظومة باستيون الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز لتجميع وتدريب المرتزقة قرب أودسا لهذا نكون وصلنا إلى ختم نشراتنا في أمان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة